خلينا أخدكم للمنتخب الأولمبي المنسي شوية يعني إحنا ممكن عشان مشغولين شوية بمشاطة دوري ومشغولين كمان بمشاطة بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفيدرالية والله تاني من قلبي بقولها أتمنى التوفيق للزمالك طبعا فريق مصري بيمسل مصر وتحت عالم مصر أتمنى له التوفيق جدا في مشواره في الكونفيدرالية في مواجهة نهضة بركان أعتقد أنها يلعب الأسبوع ده وأتمنى جدا جدا ده بقى من كل قلبي كأهلاوي أنه السوبر لأفريقيا يكون بين الأهلي والزمالك نروح للمنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي الحقيقة بيتم التحضير طبعا أولمبياد باريس إحنا يمكن كنا تكلمنا من فترة كده على البرنامج الخاص بالإعداد لأولمبياد باريس كان فيه كلام صدر من الجهاز بتاع روجيرو ميكالي إنه فيه تفكير في المفضلة بين أكتر من اللاعب هو الاسم اللي استقر على ميكالي مصطفى محمد هو عايز يعزز خطه جمع المنتخب بمصطفى محمد فيه أكتر من لعب تاني مرشحين بالقوة لأنه من منتخب من حقه أي منتخب أولمبي من حقه وهو بيلعب في أولمبياد أو دورة العلاب الأولمبية إنه يختار تلات لعبين فوق السن ميكالي استقر على مصطفى والأقرب لغاية اللحظة اللي بقول حضراتكم أو بكلم حضراتكم فيها الأقرب لأنه هم يكملوا السلسية إمام عشور ومحمد عبد المناء قضية جد جديد قضية جد جديد لكن خلييني أقول لكم إنه المنتخب هيلعب معه في مجموعته في دورة العلاب الأولمبية معه منتخبات إسبانيا منتخب قوي جدا ومرشح طبعا للذهبية معه كمان أسباكستان ومعه جمهورية الدومينيكان وبيتأهل من كل مجموعة منتخبين بيلتقوا مباشرة بعد احتلاله المركز الأول والثاني مع أول والثاني المجموعة الرابعة نتمنى التوفيق لطبعا منتخبنا الأولمبي ونفسنا وبنحلم بقى يعني إحنا مش أقل من نيجيريا ومش أقل منتخبات إفريقية اللي حققت نيجيريا أعتقد جابت دهبية والكاميرون جابت دهبية فيعني أعتقد أنه إحنا وجل ده الحقيقة مميز عندنا لعيبة كتير جدا مميزين وعندنا لعيبة نجوم في فرقهم في الدوري وحتى اللي ما بيلعبوش بشكل أساسي يعني أنا هقولك حاجة حمزة علاء ما بيلعبش مع الأهلي بشكل أساسي لكنه الحقيقة مع المنتخب الأولمبي قدم مستويات أكتر من رائعة أتمنى له التوفيق إن شاء الله في البطولة فهي القصة قصة كواليتي في الأول والآخر ومنتخبنا عنده الشخصية نحلم إن شاء الله أنه يا ربنا يوفقه يعني يحقق ميداليا في بطولة الأولمبياد طيب عندي نقطتين بس سريعا جدا هخلي أخبار العالمية لضيفي نادر شبانة لكن الحقيقة عايز أكلم مع حضراتكم في قصة بايرون وريال مادريد النهاردة وخلينا اتفق مع حضراتكم إنه برضو بطولة أوروبا قياسا بطولة أفريقيا يعني إحنا لو نكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا وجينا كده لسيناريو البطولة في دور المجموعات سيبك من دور التمهيد لكن في دور المجموعات لو سألت أي حد 99% من جمهور كرة القدم في القرى الأفريقية من الفرق اللي ممكن تكون في النهائي الأغلبية منهم هتقولك لأهلي بساندونز لكن في جزء منهم كمان ممكن يرشح الوداد المغربي بما أنه كان حاضر كضيف مرة وصيف مرة بطل في آخر نسختين لدوري الأبطال منهم كان يرشح مزينبي بحكم أنه عنده شخصية البطولة ومحدش كان عنده توقع أنه الترجي يطلع ساندونز مش بس المباراة نهائية أنه وصوله للمباراة نهائية يكون على حساب ساندونز لأنه لو الأهلي كان قابل ساندونز في دور قابل نهائي كانت فرص الترجي أكيد هتبقى أقوى بشكل كبير لكنه يوصل نهائي ويكسب ساندونز ذهاباً وقياباً لا قصة هنا غير والترجي اللي بيظهر في نسخة بطولة دوري أبطال السنة دي برضو غير فعندنا الحقيقة كلام كتير جداً على المباراة بتاعت النهاردة وماتش بتاع مبارح باريس سان جيرما وسيناريوهات الحقيقة اللي ممكن تستفيد منها قبل ما تروح تلعب مع الترجي في تونس وقبل ما تستقبلوا هنا في القاهرة هنكلف كل التفاصيل دي النهاردة بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في السادسة شكراً للمشاهدة